اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم لا نستطيع أن نتكلم فيها إلا بدليل من الكتاب أو السنة الصحيحة أو أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول أن هذه الحروف هي الحروف التي يستعملها أهل مكة وجاء بها القرآن وما استطاعوا أن يأتوا بآية وتحداهم الله سبحانه وتعالى آيات الكتاب المبين تلك أي هذه الحروف آيات الكتاب هذا الكتاب هو الكتاب على الحقيقة فيه الخبر عن الله سبحانه وتعالى وفيه الأحكام وفيه القصص المبين بيَّن الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب كل ما يحتاج العباد فبيَّن ما يتعلَّق بربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته سبحانه وتعالى وما يتعلَّق بالأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام والأمم السابقة والقصص وكذلك الأحكام وكذلك ما عدَّ الله سبحانه وتعالى للمتقين في الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله وما عدَّ الله سبحانه وتعالى للكافرين نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلام وأبان كل شيء ولهذا لا يمكن أن نرجع إلى المتهوّكين أو الحيارة أو إلى أهل الكتاب في معرفة ما في هذا الكتاب فهو الكتاب مبين بين واضح ومما بيَّن الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون وقد تكرَّرَت هذه القصة في أكثر بالموضع ولكن في هذه السورة كانت قصة أم موسى عليه الصلاة والسلام كاملة في هذه السورة على ما سيأتي نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون أي أن الله سبحانه وتعالى يُبين في هذا الحديث في هذه السورة ما جرى بين موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون وهذا هو الحق إذن لا يمكن أن نرجع في القصص إلى الإسرائيليات وهذا هو الحق وغير الحق هو الباطل لمن لقوم آمنوا بالله سبحانه وتعالى فالمؤمن حقا لا بد أن يتدبر وينظر في كلام الله سبحانه وتعالى وينظر في هذه القصص التي جاءت في القرآن وكلها صدق وحق الحق إذا جاء في القرآن فمعناه أن القرآن كله حق حق في الأخبار أي أنها صدق وحق في الأحكام أي أنها عدل في الأخبار فهي صدق لا كذب وفي الأحكام عدل لا جور ولا ظلم إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين نعم هذا ما صنع فرعون وهو أنه على في الأرض عنو استكبار ولهذا أخذ يفرق بين الناس يقول الشيخ بن عثيم الرحمة الله تعالى أن فرعون مشى على قاعدة وهو أول من أسس هذه القاعدة فرعون فرق تسد وهذا الدليل يفرق والنبي صلى الله عليه وسلم جاء لتجتمع الأمة نعم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب من أيدهم فرحون وجعل أهلها شيعة حتى يبقى له الملك والسلطان فماذا كان يصنع لبني إسرائيل كان يقتل الذكور ويستحي النساء أي يبقي هؤلاء أي النساء للخدمة إنه كان من المفسدين يعني ما أراد الإصلاح أراد الإفساد إفساد في الدين وإفساد في الدنيا والله سبحانه وتعالى كرر لنا تكررت هذه القصة في أكثر موضع من القرآن حتى نعلم قوة الحجة عند موسى عليه الصلاة والسلام ومع هذا كذب عليه الصلاة والسلام وقوة العناد والاستكبار عند فرعون والطغيان حتى ادعى الربوبية والألوهية وأخذه الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين هذه هي سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه وقد يستقرب البعض كيف يقتل والنساء يكون للخدمة ثم بعد هذا يمكن الله سبحانه وتعالى لهم لأن هذه الدنيا دار عمل والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين لابد أولا من التمحيص والابتلاء ثم بعد هذا يأتي التمكين يجعل الله سبحانه وتعالى من هؤلاء أئمة ويرثون ما لفرعون ولغيره وهذه الأرض هي لله سبحانه وتعالى يورثها من يشاء من عباد نعم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنود هما منهم ما كانوا يحذرون التمكين في الأرض يكون بإقامة شريعة الله سبحانه وتعالى ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء يطلع وتقام عليهم الحجة وأنهم شركاء نسل العافي والسلام في الإثم فرعون وهامان ومن كان معهم من الملأ أي الأشراف أو الجنود فهم شركاء نسل العافي والسلام في الإثم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين في هذا أن الله سبحانه وتعالى أمر أم موسى رضي الله عنها بأمرين ونهاها عن أمرين وبشرها ببشرتين أمرها الله سبحانه وتعالى بإرضاع موسى عليه الصلاة والسلام وإذا خافت عليه أمرها الله سبحانه وتعالى بأن تلقيه في اليم ثم نهاها عن أمرين نهاها عن الحزن والخوف الخوف يكون فيما يستقبل والحزن يكون فيما مضى وبشرها ببشارتين البشارة الأولى أن الله سبحانه وتعالى يرد موسى إليها ثم أعلى بشارة هو أن يجعل موسى عليه الصلاة والسلام من الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام وفي هذا أن موسى عليه الصلاة والسلام سيعيش ثم يكون نبيا رسول عليه الصلاة والسلام وهذه أعظم بشارة وأعلى بشارة وأوحينا إلى أم موسى عليه الصلاة والسلام إما أنها رأت شيئا فيما يرى النائم أو أنها سمعت منادي يناديها وأقول له هذا الكلام نعم فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين نعم هو لقيط التقطه هؤلاء بعد أن خافت عليه من القتل على ما تقدم من أن فرعون يقتل الأولاد أرضعت ثم خافت عليه فوضعته في اليوم في تابوت وهذا من الأمور التي يعني قد لا تتوقع أنها إذا خافت عليه تلقيه كيف سيأتي بإذن الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى ربط على قلبها وأنها مؤمنة من قبل نبوة موسى عليه الصلاة والسلام ولا تخافي ولا تحزني إما أن يكون الخوف على ما قلنا فيما يستقبل والحزن فيما مضى ثم بشرها الله سبحانه وتعالى ببشارتين كانوا خاطئين أي أنهم تعمدوا الخطأ نعم وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون ليكون لهم عدوا وحزن هم لم يعلموا بهذا الأمر أن هذا أي موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي سوف يكون هلاك هؤلاء بسبب موسى عليه الصلاة والسلام وهذا فيه بطلام ما ادعاه فرعون من أنه إله وفيه إثبات الربوبية والألوهية والأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى إذا قدر شيئا لم يحل دونه شيء هذا الذي تقتل الناس من أجله أنت الذي تربيه بين أحضانك وتحفظه ثم بعد هذا يكون سببا لهلاكك وهلاك من مع فرعون ليكون لهم عدو وحزن موسى عليه الصلاة والسلام أحبه الله وإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبدا وضع له القبول في الأرض كل من رأى موسى عليه الصلاة والسلام أحبه ومنهم امرأة فرعون عندما رأت موسى عليه الصلاة والسلام أحبته وعلمت أنه سيقتل فقالت لا تقتلوا إما أن يكون خادم لنا أو نتبناه ويكون ابن لنا وبهذا حصل ما أراد الله سبحانه وتعالى وتربى موسى عليه الصلاة والسلام في بيت فرعون ثم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون موسى عليه الصلاة والسلام صادقا في قوله رجع إلى أمه ويقول لها يناديها بأمه وهو في الحقيقة لا يكذب ويسمع الناس هذا الكلام ويعلم أنه ويظن أنه يعني الأم من الرضاعة ويقول هذه أم موسى عليه الصلاة والسلام وهذا دون أن يتعرض للكذب وأصبت وأصبح فؤاد أم موسى فارغا نعم هذا فيه أن أنها وضعته في اليوم في اليوم أي في النيل وقد يقال عنه بحر للسعة لسعة ما فيه من مياه أصبحت ولا تذكر شيئا ولا تفكر فيه شيء فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى عليه الصلاة والسلام نعم إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين أي كادت أن تظهر هذا الأمر وتتكلم بهذا الكلام الذي صنعته لولا أن ربط الله سبحانه وتعالى على قلبها لتكون من المؤمنين وهذا فيه أنها مؤمنة رضي الله عنها وقالت لأخته قصيه وهذا من الأخذ بالأسباب الله سبحانه وتعالى وعدها وبشرها لكن لم تتكل وأخذت تعمل بالأسباب وأرسلت أخت موسى عليه الصلاة والسلام للبحث عن موسى عليه الصلاة والسلام أي تتبع قصيه أي تتبع آثار موسى عليه الصلاة والسلام نعم فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وهذا من ذكائها أنها لم تنظر إليه مباشرة وإنما تخفت ونظرت إليه من جانب حتى لا تكشف نعم وهم لا يشعرون وحرمنا وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون نعم الله سبحانه وتعالى قدر أن موسى عليه الصلاة والسلام لا يقبل الرضاعة من أحد حتى جاءت أخت موسى عليه الصلاة والسلام ولم تقل لهم أن يعني بأن تأخذ هذا الولد قالت هل أدلكم على أهل بيت كأنها ليس لها علاقة بهذا البيت ثم زادت على هذا على الرضاعة بأن أهل هذا البيت ينصحوا لهذا الصغير وخافوا عليه من الهلاك والموت ولهذا بادر إلى إرجاعه لأمه نعم فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون تقر عينها من البكاء ولا تبكي على موسى عليه الصلاة والسلام بكاء الحزن ولتعلم أن وعد الله حق وهذا فيه إشارة إلى كل مؤمن أن يثق بوعد الله سبحانه وتعالى ولا يشك في هذا طرف تعين نعم وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى وَلَمَّا بَلَغَ أَسْتَوَى وَلَمْ يُذْكَرْ هَذَا إِلَّا فِي مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَاسْتَوَى وَاسْتَوَى فقال في وصف موسى عليه الصلاة والسلام وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى أي كَمُلَ فِي الْخِلْقَةَ آتيناه وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى علم موسى عليه الصلاة والسلام علما وحكم حكم في الشريعة وحكم كذلك يحكم به بين الناس نعم وَكَذَلِكَ نَجِزِي الْمُحْسِنِينَ وَكَذَلِكَ نَجِزِي الْمُحْسِنِينَ أي من أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله وسيأتي ما يكون عليه موسى عليه الصلاة والسلام من الإحسان في عبادة الله وعجلت إليك ربي لترضى والإحسان إلى عباد الله على ما سيأتي أن موسى عليه الصلاة والسلام سقى للمرأتين ثم تولى إلى الظل ما أراد بهذا شيئا من الدنيا ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا الوقت لم يحدد لنا هناك أشياء لم يذكرها الله سبحانه وتعالى لنا فلا طائلة للبحث فيها هذا الوقت في وقت غافلة وقد يقال أنه وقت الظهير هذا من شيعته أي من بني إسرائيل وهذا من عدوه يعني من آل فرعون أي من الأقباط فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه الاستغاثة هنا فيما يقدر عليه العبد استغاثة بحي حاضر قادر على اعتقاد أنه سبب فوكزه موسى عليه الصلاة والسلام ولم ينوي قتله قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين نعم مجرد أن حصل هذا الأمر تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى وذكر أن هذا من عمل الشيطان والشيطان يريد إضلال الخلق وهو بي وواضح العداوة لبني آدم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم نعم أناب وتاب إلى الله سبحانه وتعالى واعترف بذنبه وطلب من الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى هو الغفور الغفور أي المتجاوز عن عباده على ذنوبهم مع الستر عليها مشتق من المغفر والمغفر هو ما يضعه المحارب على رأسه يتقي به أثر السهام أو ما إلى ذلك فالله سبحانه وتعالى يستر ذنوب العباد ثم يغفرها لهم نعم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين لن يكون معينا للمجرمين عندما حصل له هذا من الله سبحانه وتعالى فقال هذا الكلام موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون معينا للمتقين نعم فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين في أول الأمر كان الرجل من بني إسرائيل يقتل وعندما تربى موسى عليه الصلاة والسلام في بيت فرعون حصل لبني إسرائيل عزة ورفعة وتقوه بهذا الذي ينصر الضعفاء أي موسى عليه الصلاة والسلام أي بسببه عليه الصلاة والسلام وأصبح الرجل من بني إسرائيل يقاتل يقاتل الرجل من آل فرعون من الأقباط ويتخاص ثم يأتي ويريد مناصرة موسى عليه الصلاة والسلام أصبح موسى عليه الصلاة والسلام بعدما حدث خائفا من كيد آل فرعون يترقب عليه الصلاة والسلام ورأى ذاك الذي بالأمس أيضا في هذا اليوم في اليوم الثاني لديه خصومة مع رجل من آل فرعون نعم فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين نعم أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهم أي أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يبطش بالرجل من آل فرعون قال له هذا الرجل قال لموسى عليه الصلاة والسلام أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس أي أن هذا الأمر قد علم واشتهر بين الناس وهذا أي قتل الأنفس والقتل بغير حق هذا لا يكون لمن يريد الأصلاح يكون لمن أراد الإفساد نعم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين هذا من تمام النصح وهذا ليس بغيبة جاء من أقصى المدينة يسعى أي يجري أو يهرول ثم نصح لموسى عليه الصلاة والسلام بأن الملأ أي الأشراف من آل فرعون يتآمر وأرادوا قتل موسى عليه الصلاة والسلام ثم نصح له أيضا بالخروج من مملكة فرعون فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين خرج منها أي من مملكة فرعون فرعون خائفا يترقب عليه الصلاة والسلام وهذا خوف طبيعي لا يلام عليه العبد وكان لا يعرف الطريق لكن أخذ بأخف الضررين ثم دع الله سبحانه وتعالى أن يهديه الطريق والسبيل المستقيم أراد موسى عليه الصلاة والسلام هنا وفيما سيأتي عندما ذهب إلى النار أراد موسى عليه الصلاة والسلام عندما رأى النار وذهب إلى هذا المكان أراد موسى عليه الصلاة والسلام الطريق الحسي ودع الله سبحانه وتعالى بهذا فالله سبحانه وتعالى أعطاه أعلى مما أراد وأعطاه النبوة عليه الصلاة والسلام نعم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان ورد ماء مدين وجاء عند هذا الماء وجد عليه أمة من الناس أي جماعة من الناس يسقون لمواشيهم ووجد من دون هؤلاء الرجال امرأتين تذودان يعني تنئيان ويبعد الماشي عن هؤلاء وهؤلاء ليس فيهم خير وليس فيهم رجولة أصلا ولو كان فيهم شيء من الرجولة أو مما يكون فيه نفع لا نفع هؤلاء أي المرأتين نعم قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير نعم هذا هو واقع المسألة أنهم لا يستطيعوا السقي مع هؤلاء وهذا فيه حياء المرأتين وخروج هذه المرأة وأختها من بيتها لأن أبوهما شيخ كبير لا يستطيع الخروج ولا السقي نعم فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله سبحانه وتعالى لكن لابد أن يقدم شيء بين يد الدعاء حتى يستجاب الدعاء وهو الإحسان إلى الخلق فسقى لهما ولم يرد بهذا أجر في الدنيا لأنه سقى لهما ثم ذهب وهذا من حيائه عليه الصلاة والسلام وتولى إلى الظل وهذا فيه النسق هذا كان في شدة الحر وأن هذا أمر شاق وتولى إلى الظل عليه الصلاة والسلام ثم دعى الله سبحانه وتعالى بلسان حاله والدعاء بلسان الحال يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى أعلى من الدعاء بلسان المقال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا الغالب في الغريب عن البلاد أنه لا يستحي منه في الغالب لكن هذا الذي ظهر من موسى عليه الصلاة والسلام جعل هذه المرأة تستحي منه وهذا فيه أيضا أدب هذه المرأة وأنها في ذيئة صالحة وطيبة نعم لأنها جاءت تمشي على استحياء وقالت إن أبي يدعوك وحتى يطمئن موسى عليه الصلاة والسلام أخبرته بالسبب سبب هذا النداء وفي أنه يأتي إلى أبيها ليجزيك أجر ما سقيت لنا نعم فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين كيف علم أن موسى عليه الصلاة والسلام نجا من القوم الظالمين لأن أرض مدين لم تكن تحت سلطان ومملكة فرعون نعم وقص عليه ما حدث قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين علمت قوة موسى عليه الصلاة والسلام من السقي وعلمت الأمانة من استحيائه وأنه قام بأشياء كان الواجب أن يقوم بها هؤلاء الرجال ولم يقوموا بهذا وهذا الرجل أبو المرأتين ليس بنبي من الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام لأنه لم يذكر هذا ولو كان نبيا لذكر نعم قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين ذكرت في موسى عليه الصلاة والسلام القوة والأمانة وهذه إذا اجتمعت هذا معناه الكمال في العمل وقد ذكر هذا في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام قال وإني عليه لقوي أمين فإذا اجتمعت القوة مع الأمانة كان الكمال في العمل وهو الكفء لهذا العمل لأنه قد لا توجد لا القوة ولا الأمانة فهذا لا يصلح للعمل وقد توجد القوة دون الأمانة أو الأمانة دون القوة ولو اجتمعت كان الكمال في العمل يا أبا تستأجر ثم أخذ بهذا الرأي وعرض على موسى عليه الصلاة والسلام أن يعمل لديه في سقيلة غنم في رعي الغنم ثمانية حجج أي ثمان سنين فإن أتممت عشرا فمن عندك ثم رقب موسى عليه الصلاة والسلام في العمل لأنه يرغب في بقاء موسى عليه الصلاة والسلام عنده نعم قال وما أريد أن أشق عليك نعم يعني هذا العمل ليس بشاق عمل يسير ثم سترى مني الصلاة نعم فإما أنه بالصلاح أصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى ثم بعد هذا أصلح ما بينه وبين عباد الله نعم قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلا عدوان علي لأن موسى عليه الصلاة والسلام قد يبقى ثمان سنين ثم ينصرف وقد يبقى عشر سنين ويبقى بعد الثمان سنين وقد يقول له شيء من هذا فإما أن يبقى الأجل كاملا أو يزيد عليه نعم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قضى الأجل إما ثمان سنين أو عشر سنين كما هو الظن بموسى عليه الصلاة والسلام أنه محسن سار بأهله آنس من جانب الطور أي جبل الطور نارا ويقول ابن سعد رحمه الله تعالى لعل موسى عليه الصلاة والسلام أضاع الطريق الطريق الحسي وكانت هذه الليلة ليلة باردة فأراد الطريق الحسي فالله سبحانه وتعالى أعطاه أعلى مما أراد نعم قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة أو جذوة من النار لعلكم تصطلون إما بخبر عن الطريق أو شيء من هذه حتى يحصل لكم بها الدفع فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقَعَةِ الْمُبَارَكَةِ كان يقال يقال عنه الكليم كليم الرحمن وكلم الله موسى تكليمه وكلمه ربه ناداه الله سبحانه وتعالى وهذا في إثبات سفة الكلام لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به نعم وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين هذه هي الآية الأولى لموسى عليه الصلاة والسلام عندما ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى حية كبيرة كذكر الحيات فخاف موسى عليه الصلاة والسلام فقال له الله سبحانه وتعالى أقبل ولا تخف حتى لا يخاف ثم قال له الله سبحانه وتعالى إنك من الآمنين يعني هناك أناس حصل لهم الأمن غيرك حتى يطمئن عليه الصلاة والسلام ويقبل نعم أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الره فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين الآية الأولى لموسى عليه الصلاة والسلام العصى والآية الثانية إدخال موسى عليه الصلاة والسلام يديه في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء أي من غير مرض نعم قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون نعم وقال موسى عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء قوم لديهم اعتداء على الخلق وظلم فقد يصنع بموسى عليه الصلاة والسلام شيئا وقد يتذكر ما صنع فخاف موسى عليه الصلاة والسلام من هؤلاء وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون انظر إلى ما كان عليه موسى عليه الصلاة والسلام أحب الخير لأخيه وشفع فيه في شفاعة أو من أعلى الشفاعات شفع فيه أن يكون مع موسى عليه الصلاة والسلام مرسل إلى فرعون وهذا فيه محبة موسى عليه الصلاة والسلام الخير وقد تقدم معنا أنه من المحسنين في عبادة الله وإلى عباد الله نعم قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون كل من كان من أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام لابد أن يحصل لهم النصر والتمكين في هذه الأرض نعم والله أعلم صلى الله عنه نبيه محمد وآله وصحبه وسلم